موسيقى موسيقى هياكم الله مشاهدين من تنسيق الزهور ومجوهرات العروس ننتقل إلى أولى موضوعات حلقة اليوم وتحديدا مع فريق أشارز شغفهم بالعمل التطوعي ورغبتهم في فعل الخير ومساعدة الآخرين دفعهم إلى الانخراط في مجموعة أشارز للأعمال التطوعية التي أسستها جامعة الشارقة بهدف خدمة المجتمع وتعزيز قيم العطاء والإثار في نفوس المنتسبين إليها عن فريق أشارز يسعدنا الترحيب بضيوفنا الدكتور هشام عبد الحليم رئيس قسم الأنشطة الطلابية والمشرف على عشائر جوالة جامعة الشارقة والطالب عبد العزيز بسام والطالب محمد يمان طه مساكم الله بالنور والسرور حياكم الله معانا في برنامج أماسي في البداية نبتدي معك الدكتور هشام لو نعرف السادة المشاهدين ونعطيهم نبدأ عن هذا الفريق فريق أشارز الأشارز كلمة لاتينية تعني الدليل أو طلاب الخدمة العامة وهم إنشاءت هذه المجموعة من طلاب الجامعة عام 2015 حيث أعلن الدكتور محمود رابسة عن تكوين الأشارز في جامعة الشارقة وتم تكوين الفرقة وبعدين نعمل إعلان لجميع الطلاب اللي عاوز يشارك في الأشارز يتوجه لنا وبسجل استمارة ثم يبدأ في ينضم للأشارز نعني بكل مناسبة في الجامعة أخر الجامعة نضع عليها سواء مؤتمرات سواء اليوم الوطني الإماراتي يوم العالم يوم الجاليات في الجامعة كل هذه الأنشطة الموجودة موجودة فيها للأشارز من أجل المساعدة ومن أجل ترحيب ديوف الجامعة ومساعدة الطلاب في كل الأنشطة بالتأكيد قبل البداية بهذا الفريق كانت هناك أهداف حابين أنكم تسعون لها من خلال إقامة مثل هذه الفرقة التطوعية في جامعة الشارقة فريق أشارز شو هي الأهداف التي حابين أنكم تسعون لتحقيقها من وراء هذا الفريق الجميع هو تكوين مجموعة مدقنسة من الطلاب زادت لباقة من مختلف اللغات سواء اللغة العربية واللغات الأجنبية يكون عندهم حسن التصرف السريع يكون عندهم اللباقة في الحديث عندهم اللباقة في التعامل مع أي شخصية موجودة على مستوى سواء الطلاب أو الديوف أو إصطف الجامعة من هيئة الإدارية أو الدرسية وبالتالي يكون عندهم حسن الاختيار يكون عندهم الزوق الرفيع الملبز اللي أنتوا شايفينه قدامكم دوة اللي هو الرسمي شبه الرسمي نعم اللي يكون واجهة لجامعة الشرقة في جميع المناسبات جميل جميل يعني هو الفريق أنشأ بفكرة من عمادة شؤون الطلبة أكيد من جامعة الشرقة وسواء عندنا وفي نفس الوقت أنشأ فريق الأشرط عند البنين وعند البنات في نفس اللحظة آه يعني هناك فريق للبنات وفريق للبنين كذلك طبعا جميل ما شاء الله نزين بنسمع لتجربة الطلاب معنا طالب عبدالعزيز ومحمد يمان طاح مساك مالله بنور السرور نحن حابين نعرف كيف تم الالتحاق لهذا الفريق خبرونا عن تجرباتكم في البداية أول ما نحن دخلنا على الجامعة سمعنا أنه في فرق تطوعية خارج ونفيد نستفاد داخل الجامعة ونضيق وكما نسوي فعاليات داخل الجامعة وخارج الجامعة فحبينا نتطوع ونتعلم بهالمجال فدخلنا في الأشرز وعلمونا اللياقة واللباقة وحتى سووا دورات للتحدث باللغة الإنجليزية وسووا دورات كمان للبروتوكول وحتى عن تاريخ الإمارات العربية المتحدة ماشاء الله فنحن استفادنا الحمد لله بفضل الأستاذ والعمادة عنا في الجامعة وكما أنه يعني صار عنا الإمكانية بالتعامل مع الأشخاص بمختلف جنسياتهم وبمختلف عاداتهم وتقاليدهم جميل جميل شو رأيك في هذه التجربة يعني في مشاركتك مع هذا الفريق لا الحمد لله استفادت وتعلمت من عندهم أشياء كثير يعني هل نحكوا أنه أنا دخل حتى أفيدهم أو أنه أساعدهم بس اللي أنا استفدت منهم أكثر من أنه أنا وفرته لهم جميل جميل محمد لو نتحدث عن تجربتك مع هذا الفريق حدثني طبعا التجربة هي لا تزال متواضعة بما أنه أنا طالب في السنة الثانية ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى بعدما التحقت بمجموعة الأشرز مثلا على سبيل المثال كان عندنا اللقاء الإرشادي للطلبة المستجدين طلاب الأشرز كانوا موجودين وحاضرين ليقوموا بتنظيم الحشود والمساعدة في استقبال الزائرين أيضا بصفتي بما أنني أملك بعض الخبرة في هذا المجال تم طرحي كطالب ليلقي الأمل للطلاب الجدد في الانتساب إلى هذه المجموعة وأن النشاطات لا تؤثر على الطالب بحد ذاته بل تساهم في تنميته وما إلى ذلك جميل جدا يعطيك العافية ما هي الفعاليات التي حاولتهم كما تسلطون الضوء عليها واتخمون بتنظيمها كذلك؟ الفعاليات متنوعة أهم فعاليات التي تقوم مجموعة الأشرز بالتنظيمة والمساعدة فيها هي فعاليات الأعياد الوطنية يوم العلام العيد الوطني أيضا سنويا هناك أيضا فعاليات على مستوى الجامعة وتكون ملتقى الجاليات والورش العمل والمعارض التي تكون في الجامعة وأيضا لمجموعة الأشرز هناك أيضا فعاليات خارج الجامعة أيضا تكون إنسانية مثل زيارة دور المسنين دور اليتامة وما إلى ذلك وأيضا تكون اجتماعية وتطوعية بالمساعدة في تنظيم ورش العمل والمعارض ما شاء الله جميل جدا خطوة جميلة الدكتور هشام فعلا يعني قامت بها عمادة شؤون الطلبة في تنظيم مثل هذه المجموعة المتميزة نقدر نقول حاليا كم عدد نقدر نقول أعضاء هذا الفريق؟ والله هم كل سنة بيتخرج طلاب وبيأتي طلاب جدون يعني نقدر من قول من خمسين لمئة طالب بموجودين معنا وبالتالي يعني كل أربع سنوات بيتغير وبيدخل طلاب جيد من السنة الأولى وبيفضروا معنا سنة الرابعة ويأتي طلاب جرهم صحيح الوجوه تتغير لكن الفريق ونفسه ما يتغير وعاوز في هذا المقام يعني أشكد صحب السموة الشيخ الدكتور سيدان محمد القسمي الله يحفظ رئيس الجامعة لدعمه لكل الأنشطة وإحنا والدكتور حميد ميجون النعيمي بصراحة لا يألو أي شيء من الأهداف العامة والاستراتيجية العامة للجامعة من أكل الطلاب ومساعدتهم والخلوج بهم لمستوى عالي سواء أكاديمي أو في الأنشطة المختلفة جميل جميل كيف يتم اختيار المنتسبين أو هل هم يقومون بتقديم أنفسهم لهذا الفريق؟ والله هو فيه استمارة طبعاً بنبدأ الطالب يقدم الاستمارة العمالة شؤون الطلاب ومن ثم إحنا بنأهله حتى الطالب اللي عنده 50% من الكواترات اللي هي اللغة وحسن الاستقبال الضيوف واللباقة والتعامل مع المجتمع عموماً يعني فيه معايير معينة أو سيستم معين أنتم تتمشون عليهم من قبل احتيار الطلاب والله إحنا نقول في مستوى القيادة العامة إن فيه طالب يبقى قائد طبيعي صحيح بيجي معاه كل المهارات بتاعته من المتاسة الثانوية وفيه طالب محداج بعض المهارات إحنا نزوده بهذه المهارات بس هو لما بيجي تخرج من الجامعة بيكون الحمد لله وبعد سنة أو اثنين أو ثلاثة ومعنا معاكم في التليفزيون هنا بعض طراب جامعة الشرق وفي كل المجالات بيبقى وصله إنه هو بيبقى خريج وقائد في نفس الوقت وإحنا مجتمعنا محداج الطالب اللي قائد اللي هو يقدر يتعامل في كل الظروف وكل الصعوبات هو ده اللي احنا عاوزين نوصل ليه ويكون هو الطالجة بتاعنا إنه هو يكون ده نسميه طالب اللي بتخرج من جامعة الشرق باسم لا تحمل اسم دوت الإمارات العبيان صحيح فعلا حدثني يا عبدالعزيزي قبله شوي وقالي إن تقومون بتنظيم دورات وما إلى ذلك للطلاب حدثني عن هذا الشأن كل سنة عندنا سواء حد محداج لغة في دورات لتعليم اللغة في دورات فن الاتيكيت نعم إزاي الوقوف إزاي التعامل إزاي أكون أنا وضعي يكون مستعد في أي لحظة أستقبل أي كلمة وأتعامل معها أستقبل أي موقف وأتعامل معها وإحنا عالفين فيه طالب يبقى واقف لا يدري معها وليه وفيه واحد لو فيه حاجة حصل كده بيعنيه بيبص عليها ويقدر يصلحها قبل ما يكون الموقف أخطل شوية فهو ده الطالب اللي هو المنتبي في كل الأحوال اللي بقى عندنا طلاب يتكلم ياباني عندنا طلاب يتكلم ألماني عندنا فدوت إحنا تيم متجانسة لتعامل مع كل الظروف الموجودة في أي موقف جميل هذا هو الشيء اللي يميز جامعة الشارقة نقدر نقول كده يعني الهم لأبيكم طبعا لكن أهم الفعاليات اللي تم تنضيبها من قبل مجموعة أشرز نقدر نقول حدث عنها هو من الحاجات الجميلة قوي أنهنا العام الماضي ظلنا وفد من جامعة أطلنطا نعم من دمج زيو الأعاقة يعني كانوا حوالي 15 طالب وطالبة من زيو الأعاقة وكان طلاب الأشرز معهم لحظة بلحظة هم طلبوا من الجامعة يوفروا مجموعة من الطلاب يكونوا موجودين يساعدوهم في كل الأحوال وبالتالي كنا معاهم ولحظة بلحظة هذا العام من قيمة ثلاثة شهور كان فيه تيم برضو من جامعة ليفالبول بلندن بليفالبول من إنجلترا وكنا معاهم لحظة بلحظة في كل مشاورهم كل أعدادهم في الجامعة سواء في الجامعة أو خارج الجامعة الزيارة الخارجية رحنا مسجد الشيخ زايد رحنا لا يرحمه رحنا الفعاليات الكبيرة في المتحف اللوفرز كانوا معاهم لحظة بلحظة وبالتالي الفيدباك بتاعهم لما رجعوا كان فيه حاجة كويسة يعني إحنا طلبتنا وجامعة الشرقة كانت عملت اللي عليها وحسن الضيافة كانت جميلة جداً ما نسبوهم وإحنا كنا عندهم من قيمة سبوعين برضو عملوا معنا نفس اللي عملنا معهم ما شاء الله جميل جداً أعطيكم العافية محمد وعبدالأزيز أتوقع أن كنتوا حالياً طلاف في جامعة الشارقة صحيح؟ صحيح بعضكم على قيد الدراسة والمشوار سيكون حافل بالإنجازات ويكون طويل لكم لكن لو نتحدث عن الأنشطة التي تقدمها عمادة شؤون الطلبة أو نستطيع أن نقول مجموعة الشرس هل تأثر على دراستكم؟ أو يكون في عدم توافق نستطيع أن نقول من بين الأنشطة أو هذه المجموعة؟ بالفضل أبداً هو لا بداً الواحد بس أنه أول فترة يتعلم على تنظيم الوقت تبعه يستطيع أن يدخل معه ويستفاد ويستطيع أن يدرس يستطيع أن ينظم وقته بالدراسة ويستطيع أن ينظم وقته بالترفيه الذي يساعد ويستطيع أن يتعلم منهم فهذا يستطيع أن ينظم حاله ووقته أي تنظيم الوقت نستطيع أن نقول شيء مهم وعامل مهم للطالب لكي يشارك في مثل هذه الإنجازات الجميل محمد كيف؟ فيما أستطيع أن أقول ثلاث خطوات لكي يستطيع الشخص أن يوافق أولاً هي توفيق الله سبحانه وتعالى ثانياً هي كما قال صديقي عبد العزيز تنظيم الوقت تنظيم الوقت هو أهم شيء في الحياة فعلاً في أيام لا تستطيع أن تقوم فيها بالعمل تطوّد هذه أيام للدراسة وهذه أيام للتطوع فالشخص أحياناً يستطيع أن يفصل بينهما لكي لا يخلط الأمر مع بعضهما وثالث هي القدرات بما أننا أصحاب قدرات ومواهب إن شاء الله نستطيع أن نحافظ على المعدل في نفس الوقت الذي نقوم به بالتطوع والأعمال في مجموعة الأشرس إن شاء الله بإذن الله تتخرجون بأفضل معدلات بإذن الله لكن ماذا يضيف لك أنت كمتطوع أو كعضو في مجموعة أشرس يضيف عدة أمور فيه جوانب مادية فيه جوانب معنوية الجانب المادي هو نستطيع أن نقول أننا نكتسب اللياقة واللباقة وما إلى ذلك من الأمور الاتيكيت البروتوكول نقوي اللغة الإنجليزية الخاصة فينا في التحدث نقوي اللغات الأخرى إذا كان هناك بعض الطلاب يجدون لغات أخرى أيضاً ناحية المعنوية هي ملء الفراغ أهم شيء في هذا العصر للشباب هو أن يملأوا وقت فراغهم بالأمور المفيدة التطوع هو رسالة يستطيع أن يوجهها أي شخص إلى العالم بأنه موجود هنا وأنه موجود أيضاً لمساعدة الناس ونحن هنا مجموعة الأشرس نمثل هذا الموضوع في الجامعة بما أننا في وقت فراغنا نملأه بمساعدة الناس وما إلى ذلك في الجامعة وخارجها أعطيكم العافية أحمد الله عافية عبدالعزيز ما همية مشاركتك في مثل هذه المجموعة أو هذا الفريق نبدأ نقول الأهمية تثبت فيها أني عندي ثلاثة نقاط جوانب ثقافية، واجتماعية، وتوعوية الجوانب الثقافية مثلاً كنا نتساوي دورات والله كمان أستاذ حكى أنه فكرة مبارح بدأ يساوي عن الارتفش الانتليجنس نعم في الذكال الصناعي وعندنا كمان التوعوية مثلاً ما هتفضل زميلي حكى أنه متساوي نحن نرحل على الدار العجزة والدار الأيتام وعندنا كمان الجوانب الأخرى كمان فيها نقدر استفيد من أكثر مجانب غير هالأشياء الحمد لله ما رأيك بالطلاب حالياً؟ والله عندنا مستوى جاية من الطلاب والتمرين معنا الطالب اللي بيشارك معنا في كل المواقف بيخرج من الجامعة هو مكتفي هو قائد طبيعي صحيح يقدر لو تحط في أي شركة أو أي مستشفى أو أي مكان يتحط فيه بيقدر يدير وده أنا أقول للطلاب تمالي لو جي مدير الشركة وسألك أنت شهدك يعني 90% 95% ومعندكش مهارات أخرى واحد ممكن 80 أو 85 وعنده مهارات أخرى هو عاوز القائد اللي يديره كل المواقف اللي في الشركة بتاعته صحيح في غلفة العمليات عاوز القائد اللي يدير أي موقف هو تلي عن الموضوع الرئيسي أنه هو ياخد قرار وينفسه في طرف اللحظة فإحنا محتاجين أنه هما يتعلموا أنه هو يكون قائد وقائد محنك وقائد يقدر تصرف في المواقف الصعبة صحيح صحيح كل اللي يقدر يشتغل ولكن هو اللي يقدر يشتغل تحت المواقف الصعبة هو ده اللي احنا نبغاه ونريده بإذن الله إن شاء الله بإذن الله لكن يعني أنتم كعمادة شؤون الطلبة ما أهمية تنظيم مثل هذه الأفرقة أو هذه المجموعات في جماعة الشارقة والله إحنا عندنا مجموعات متعددة سواء الأشارز أو غير الأشارز موجودين صحيح ولكن كله برتقي في مكان واحد صحيح عندنا كل يوم والآخر فيه فعلية إحنا كنا من كام شهر لمضى كنا في مؤتمر 5% مع خمدين الخدمات الإنسانية صحيح كنا الأسبوع الجاي عندنا مؤتمر مع كلية الشريعة ودراسات الإسلامية في استعبار الضيوف لا يتوقف الدور على الاستقبار فقط نعم إحنا يشاركوا مع جهزة خليفة في التسجيل الورش العمل يشاركوا معه حسب الدجاء وحسب رؤية كل أي أحد بيدعينا هم عاوزين مننا إيه؟ عاوزين مننا استقبال عاوزين مننا تسجيل عاوزين مننا نكون الاستفاف في القاع عاوزين مننا أي شيء هم قادرين هم يسوه جميل جميل قبل ما نبتدي البرنامج أطيتني هذا الكتيب الصغير اللي مكتوب عليه أشارز إن شاء الله ألوان جميلة تنسيق جميل في البداية وهذه صورة صاحب السمو مع بعض من الطلاب وأيضا مع وفي الداخل نفس الشيء كذلك ماذا يتكلم هذا الكتيب البسيط؟ يتكلم عن معنى كلمة أشارز الأهداف بتاعتهم السبل بتاعتهم في تنفيذ المهارات اللي هم بتحلوا بيها ويقدموها للناس تكلم عن المهاراتهم الشخصية من اللياقة والأباقة ودور تعواوي أو يقدروا يقوموا بيه في المجتمع وكان لهم لنا الشرف إن احنا نقابل صاحب السمو في أحدى اللقاءات وده كان حاجة جميلة جدا وصورة مع صاحب السمو صحيح صورة جميلة هم الأشارز طوانا المتواجدين في كافة المحافل وكافة الأماكن في جامعة الشرق سواء داخلها أو خارجها جميل ما شاء الله هل فريق الأشارز أو مجموعة الأشارز هذه موجودة في بعض جامعات العالم والتي هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة حاليا؟ هي موجودة في بعض الجامعات بس إحنا نفذناها في 2015 حسب القيادة وحسب الزروف عماد شؤون طلاب وكي قررت تعمل الأشارز عندها احنا ندعو كل الجامعات الدولة أن هما يبدأوا بتكوين فرق الأشارز مراطف مراضف لفرق أخرى تطوعية وإحنا التطوع في دولة الإمارات الحمد لله لو إحنا حسبنا من الأولى الدول التي تنادي بالتطوع على مختلف الوزارات إحنا ملوح أي فعالية كبيرة بنلاقي ست سبع فرق تطوعية من مختلف الجنسيات ومن مختلف الإمارات ومن مختلف المراحل السنية وده ثقافة التطوع ثقافة حلوة جدا ونتمنى يكون التطوع ده موجود على مختلف المدارس وجماعات الدولة إن شاء الله بإذن الله لكن هل كان في تعاون بينكم وبين فرق الأشارز الموجودة في مختلف مناطق العالم المدرنجون؟ لأنهم على مستوى الدولة فيه أشارز تاني فيه أشارز الجماعات وفيه أشارز كلمة الأشارز يستخدموها في الفعاليات إحنا مثلا منشد الشرق فيه أشارز بيبقوا موجودين صحيح إنه ممكن يكونوا مع بعض الشركات ويساعدوا ولكن برضو طالب الجامعة طالب الجامعة بيبقى تميز إنه في سنه واحد ومرحلة واحدة وكلهم تحت السيطرة وكلهم عندهم إزاي بتاعهم وكلهم يعنوا بالقائد اللي معهم إنه هما يمشوا تبع هدف معين وأسلوب معين في أي فعالية بكل تأكيد كنا نتحدث جول شيء مع الطلاب وعن توافق الدراسة يعني من بينهم وبين مشاركتهم في هذه الأنشطة أنتم كعمادة شؤون الطلبة كيف يتم ترتيب أو تنظيم الوقت لهم؟ نحن كلهم مسجلين على سيستم العمادة بمزج واحد لا نطلب من أي طلاب يزيب محاضرته مهما كان الظروف نعم هم موجودين أهو أي طالب يقول لك يجي له مزج إذا فاضي الطالب بيجي يتوجه إلى العمادة سواء مع اللبس بتاعه أو عندنا ستور للملابس بتاعه لو حاطة اللبس يستدعى تمام ياخد الملابس بتاعه وتوجه إلى الفعالية فبالتالي إحنا نقول لهم الدراسة ثم الدراسة ثم الدراسة ثم يجي بعد كده أنا فعالية أنا عندي 110 عاوز عشرة عاوز 15 اللي فاضي بيحضر نعم بيجي عاوزين عشرين نقول إحنا مطلوب بعشرين اللي فاضي بيحضر حاجة زي يبقى ده مفيش تقصير من الجمع على أي طالب خالص إنه نقول له اصيب محاضرتك أو بيجي الحاجة التانية منه محمد كان في المعدلة الكام ثلاثة فاصلة سبعة تقريبا ثلاثة فاصلة سبعة ماشا يعني برضو نفس الشيء كلهم فوق الثلاثة وفوق يعني كلهم مع الدلاتهم كبيرة ماشا أنا بعتقد الطالب اللي هو متميز في الدراسة هو متميز في العمل التطوعي والشغل اللي هو يغدم الدولة وأهداف الجامعة والاستراتيجية بتاعت الجامعة وبالدالي احنا برضو هو متطوع طبعا من غير فلوس من غير أي شيء بيجي بيغدم جامعته ولكن احنا كمان ما بننساش إن احنا كل الفعالية بياخد شهادة موصقة صحيح من أي جهة تمام ودي بتضيف إلى رصيد شهاداته كل تأكيد صحيح فبيستفيد من هذا بيستفيد إنه هو هيطلع بعد أربع سنين قائد محنك في يقدر تصرف جامعة المواقف صحيح كل تأكيد لكن هل يكون في تعاون مسبق بينكم بين الجهات اللي تطلب فريق الأشرز؟ لو قلتلك على مستوى الدولة كلها احنا موجودين السياسة العامة للجامعة مشاركة مع المجتمعات ومشاركة مع المؤسسات ومشاركة مع الهيئات لو قلنا من الشرطة الدفاع المدني العيتام كبار السن كل المؤسسات الهلال الأحمر كل المؤسسات الكبيرة في تعاون بيننا وإحنا عندنا كمان أسبوعين فعالية كبيرة عن التوعية الصحية هم أساس بيشاركوا فيها بيستأملوا عندنا أكثر من 30 هيئة مشاركة معنا في هذا اليوم وهم بيشاركوا هم أساسا هم منظمين معنا في السبال والضيوف والاستندات والمعارض ودوزيع الهدايا عليهم هم أساس في هذا الشغل كله ما شاء الله يعني هل يتم تدريبهم على الفعالية أو هم مهيئين نقدر نقول للفعالية لا هم حاليا خلاص اللي حدل معنا هو اللي حدل معنا أكثر من خمس مرات أو أربع مرات خلاص هو أعرف السيستم بتاعنا إيه خصوصا إن إحنا عالفين كتلات كل واحد وليه فايل وزجل وعالفين الطالب الصحيح سيما يقوله بتحط في المكان الصحيح يعني مش هنقول كل الناس قيادات مية في المية صحيح ولكن فيه واحد قيادي رقم واحد يعني مية في المية وواحد سبعين في المية وواحد ثمانين في المية ولكن في النهاية هم أحسن من الطالب الذي لم يذهب إلى عمل الشرون طلاب ولم يقدم نفسه ولم يشارك في أي فليه عمل تطوعي اللي ده بيبقى قائد بالفطرة خلاص لأنه هو نابع من نفسه ومن داخله أنه عاوز يشارك ويغدم جامعته ويغدم دولته وهكذا يعني صحيح بكل تأكيد يعني ما شاء الله الدكتور هشام قبل شيء ذكر أن معدلاتكم تفوق الثلاثة ما شاء الله كيف تراتبون وقتكم مع الدراسة ما بقول مع المحاضرات اللي في الجامعة مع الدراسة يعني فيه يمكن فعاليات تكون في المساء صحيح؟ اه فإذا كانت هذه الفعاليات في المساء متى يكون وقت الدراسة لديكم؟ كيف تراتبون هذا الوقت؟ خبرونا عن هذه الأمور عسب أن يمكن بعض من الطلاب يستفيدون منكم بكل تك تفضل محمد بالنسبة للتنظيم هو أولا معرفة المناسبة متى ستكون؟ إذا الشخص مثلا عرفت أنها ستكون مثلا يوم الثلاثاء فأنا أحضر للأمر عندي مثلا امتحان يوم الأربعة أدرس له قبل يوم أو يومين من الفعالية أو المناسبة كي أكون قادر على الحضور طبعا الأمر لا نستطيع أن نقول كل الطلاب تنجح معهم نفس الخطة صحيح يعني ناس قدرات شخص يستطيع هذه المادة أن ينهيها بوقت أسرع من الشخص الآخر صحيح فهي قدرات وتوفيق وأيضا تنظيم للوقت والصرف التنظيم هو يعود إلى الشخص نفسه صحيح عزيمته وأسراره نقدر نقول هي العزيمة والأسرار والتركيز في نفس الوقت إذا لم يكن الشخص مركزا فأحيانا يجلس ساعات على المادة نفسه أما إذا كان مركز في الجو وجاهز يستطيع أن نهيها بفترة سريعة ويستطيع عند ذلك أن يحصل على وقت فراغ كبير جدا جدا صحيح بكل تأكيد ما هو السر من وراء حبك للعمل التطوعي نقدر نقول محمد السر للحب العمل التطوعي أولا هو حب مساعدة الناس حب مساعدة الناس بالتقنيات الحديثة صحيح التقنية الحديثة مفيدة نعم ولكن نحن الشباب أحيانا نضر وقتنا في استعمالها بكل تأكيد أنا واحد منهم صراحة نعم أنا واحد منهم صراحة والله حتى أنا لا نجلس هنا من رأيي ولكن نستطيع أن نحد من هذا الوقت صحيح رابع أمر والأخير هو الخبرة اكتساب الخبرة في هذا النجال تساعد كثيرا بعد التخرج من الجامعة في التوظيف صحيح فعلا الله يوفقك إن شاء الله من حياتك المستقبلية شكرا جزيلا عبدالعزيز خبرني عن مثل ما ذكر الدكتور هشام بأن معدلاتكم تفوق الثلاثة كيف تقدر أن تتحافظ على هذا المعدل في نفس الوقت عندك أعمال تطوعية وعندك أعمال تطوعية في وقت المساء في بعض المرات صحيح كيف تقدر أنك أنت تحافظ على هذا المعدل وتحافظ على دراستك في نفس الوقت هو أنت ما بطير تحكي إنه جدولك الجامع ممتلئ يعني مثلا أنا الفصل نزلت 18 ساعة بس ما هذا شيء عندي أوقات فراغ فأنه بقدر أدرس في أوقات الفراغ وأحضر مثل ما حكى زميلي أحضر مسبقا عندي عطلة نهاية الأسبوع بقدر أدرس فيها بدل ما أطلع وأروح أسفيد بالفعالية يعني بالفعالية بدر أستفاد منها وأتعلم منها فأنه ما بضعي أوقتي بأشياء تانية مثل الموبايل والأشياء بعض أدرس وفي عندي أكيد وقت فراغ حتى مع أن بشرك بالفعالية كمان لسا في عندي وقت فراغ صحيح ماشاء الله الله يوفقكم إن شاء الله في حياتكم دكتور هشام يعني في النهاية ما هي نصيحتك للشباب اللي هم حابين هم ينتسبون لهذا الفريق أدعي كل شاب وكل طالب زي ما قال محمد نقلل من الهواتف والدوكولوجيا الحديثة شوية صحيح وندي لبلدنا وندي لجمعتنا صحيح وندي لأهلنا كمان ساعات ممكن يطلب منك من البيت إنك تشارك أو تحضر حاجة لأهلك أو حكذا إنت مجغول على طول بأشياء أخرى صحيح حتى في البيت في عمل تطوعي صحيح حتى مع الأسرة أو الزمائر ممكن زميلك محددك تشرح له تارس أو مادة هو مش فهمها لو مشينا بهذا سوء العمل التطوعي لجمعتك في المشاركة في كل الأنشطة سواء عندنا نشاط ثقافي عندنا نشاط اجتماعي عندنا نشاط نشاطات كثيرة تخدمح أنشطة لا تتوقف صحيح وأنا كنت طالب لديكم وكنت أشوف الأنشطة اللي عندكم مشاركة يعني الحمد لله عندنا سواء حتى الرحلات اللي داخل الدولة وخارج الدولة حتى المعارض اللي بنتتم كلها إحنا بنشارك فيها الطالب بياخد خبرات فنصحتي للشباب للطلاب يدوا وقتهم ادي ساعة من وقتك لعمل تطوعي وانت مستفيد وخلي عملك تطوعي كله لوجه ربنا صحيح صحيح لكي تكسب الأجر في النهاية فأكيد هيبقى ده حاجة كويسة ودي لسالة نوجهها من هذا المنبر لكل طلاب العلم أبوابنا مفتوحة عمدادنا مفتوحة ولأقول جامعة الشرقة بس كل الجامعات أحطاقت كل واحد عاوز يعمل أحسن حاجة كله كلها حاجات مفيدة للطلاب أقدم نفسك ساعد الآخرين من حاجاتنا الجميلة العيتام كمار السن زيو الإعاقة كل دول محتاجين أن نبقى جنبهم وبتسامة وده أدي لنفسك فرصة أنك تتعامل وإذا تتعاملت مرة مع هذا الجو الجميل هتفضل هتفضل معطاء صحيح وتقنتم الأفضل وربنا أيضا سيجعله جنبك في دراستك صحيح تأكيد الدكتور هشام وطالب عبدالعزيز ومحمد كل الشكر والتقدير لكم أنا استمتعت بالحديث معكم والله يفقكم إن شاء الله في فريق أشرز بإذن الله والله يفقكم إن شاء الله في إمادة شؤون الطالبة لا تقصرون على تقديم مثل هذه الأفريقى والمجموعات الميزة والأنشطة الطلابية الكثيرة نشكر لكم ونشكر التلفزيون وعلى طول إحنا اللقاء معكم في الخير العافية